من الضر احتلال العراق هو برنارد لويس من أكبر الذين ساهموا في إقناع الإيدار الأمريكية احتلوا العراق برنارد لويس الحاقد الذي يأمر بتدمير ثقافتنا الدينية يعني نقول تدمير إسلامهم نقول هكذا تدمير دينهم تدمير دينهم هل نجحوا؟ هل ينجحون؟ والله نجحاً كبيراً وأنا أقول والله والله نجحوا نجحاً كبيراً والله العظيم اليوم الذي يحدث على إيد داعش وغير داعش وكما قلت لكم هذه جماعات محصورة ومعزولة تقريباً وبسيطة يعني مش معاوة العلوف ما بيجوش يمكن 15 ألف خليهم حتى 50 ألف هم يقولوا بين 10 و 15 يا سيدي خليهم 50 ايش شو 50 يا أخي؟ في 2 مليار أمة الإسلام 2 مليار شو 50 ألف كلام فارغ ولا شيء ولكن أقول لكم ما يفعلوا هؤلاء الدواعش يجعل أي مسلم يعني شوف مسلمين زينا نشأنا منذ نعومة الأظفار في بيوت الله مع كتاب الله مع كتب العلم حياتنا كلها أيها الإخوة قدرت في الإسلام وفي العلم أقسم بالله يجعلونا ما ماذا أقول لكم؟ استغفر الله العظيم يعني يبدأ الإنسان يشك يشك في نفسه في أمته في ماذا؟ لكن اللي زينا هيك اللي تقول حياته في الإسلام أبداً أبداً لن يشك يوماً في الإسلام نفسي حاشاً لله والله العظيم لا يشك فيه إلا غبي لم يقرأ لم يتعلم أو إنسان إنسان عنده إنسانية المسكين وبس فنفس الوقت برضو جاهل لا يعرف الإسلام لا النص ولا التاريخ يقول لك إيش هدين هذا يا أخي إيش هدين هذا؟ هل تعود عجل التاريخ إلى الخلف؟ بالقطع تعود إذا نظرنا إلى داعش بالقطع ما فيش كلام هنا التاريخ يعود إلى الخلف الماضي يستحي عدل شع ما في الماضي في أسواق نخاسة اليوم؟ في نساء يبعنا في الأسواق إيش هذا يا أخي؟ قال لك يزيدية عباد مش عارف شيطان عباد كذا إن شاء الله يكونوا إيش ما يكونوا وإيش كلام الفارغ هذا؟ من أين أتيتم بها أصلا؟ ولماذا لم تتركوهم؟ طب لماذا لم تقول لهم يدفعوا الجزية وعيشوا؟ مثلا قال لك لا ما هذا الكافر الجزية لا تأخذ إلا ممن عقدت له الذمة والذمة لا تعقد إلا ليهود ونصر والله أمنت فيك يا شيخ الإسلام من أين لكم هذا الفقه؟ أنتم جهلة أنتم لا تدرون شيئا طبعا نفسي يقول واضح لنا يا مولانا كيف يعني جهلة؟ والله العظيم جهلة ألا يعلم هؤلاء الدواعش؟ طبعا هم سلفيون في نهاية المطاف هم أفراخ السلفية وحنتكلم لي معنا السلفية بصراحة الذين فرقوا لنا هؤلاء هم أصحاب العقلية السلفية عقلية كافر مشرك مرتد مبتدع حرام 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 حرموا كل شيء في الدنيا هؤلاء هم المشتنقع الوبيع الذي فرق لنا الدواعش وعنده القدرة أن يفرخ دواعش آخرين انتبهوا ما لم يطمر هذا المستنقع عجب أن ينتهي هذا الخطاب هذه الطريقة في فهم الدين يا أخي طريقة المطابقة إما أنت تطابق معي مئة في المئة وإلا فأنت في أحسن الأحوال ضال وفاسق وهلك شيء مراد لذاته لكن ماذا نفعل بالدولة ماذا نفعل بالدولة وماذا نفعل في الدولة هذا لا يلتفتون إليه أنت كيف ممكن أنك تقتل المئات الأزيديين لأنهم مش يهود ونصارى نعرض عليهم الذمة وانطردهم ونأخذ الجزية مش عارف إيه وأنت لا تعلم مذهب الفقه الإسلامي مذهب شيخك ابن القيم وهظن ابن تيمية كما قلت لك يجوز أخذ الجزة ومش مذهب هذول بس لحالهم وهذا مذهب الإمام مالك ماذا رأيك؟ مذهب الإمام مالك ابن أنس أحد الأمة الكبار تعرفون مالك مغرب العربي مذهب مالك يجوز عقد الذمة لكل المشركين والوثنيين ما رأيكم؟ وهذا مذهب سفيان الثوري ابن سعيد ومذهب الإمام الأوزاعي وهذا أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة باستثناء كفار أو وثنيي الجزيرة العربية أبو حنيفة قال نستثنى الجزيرة العربية فيما عدا ذلك يمكن أن تعقد الذمة لأي كافر عابد شيطان عابد فرج هذا الفقه الإسلام اتبعنا يا أخواني مش فقه داعش ومش فقه عدنان هذا فقه لأم الأربعة